لا احنا لسه مكملين احنا لسه مكملين تصراحات الأستاذ جمال علام مبارح لازم يتوقف عندها كتير جدا 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 ولازم يعني ايه نشوف توابحها لان توابحها هتكون بصراحة عبارة عن مفاجآت كبيرة قوي بصراحة فخلينا نشوف مثلا أستاذ جمال علام وانا هبتدي بالأهلي ده بخلاف بقى اللي حصل مع المنتخب ومعكبت النهاب جلال يعني دي جزئية تانية هنروح لها لكن قالك ايه أستاذ جمال علام قالك لم ارى اتحاد كرة مصرية تقدم بطلب لاستضافة نهائي دوري الأبطال من قبل ماشي هناك حملة علينا لا اعرف الهدف منها هل يريدون رحيلنا وعودة من كان متواجد من قبل والله احنا لا عايزين ده ولا ده او ده او ده لو موجودين بس يشتغلوا تصالح الكرة في مصر والرياضة المصرية فالتصريح ده رد عليه الاستاذ احمد مجاهد قال له اه احنا قدمنا طلب باستضافة نهائي السنة اللي فاتت بس ترفض والمغرب هي اللي نظامت والسنة اللي قابلها نهائي القرن اللي كان ما بين الاهل والزمانيك احنا قدمنا طلب وكان فيه زي اتفاق مع الاتحاد الافريكي ان لو الاهل والزمانيك هم اللي تأهلوا البطولة تبقى النهائي بتاعها في القاهرة لو الوداد ساعتها والرجاء تأهلوا حيبقى البطولة في الوداد لو واحد منها واحد منها حيبقى فيه قرعة تمام فانا مش عايف ازاي ما شافش الكلام ده لأستاذ جمال علامة تعال بقى اخش عليه بعده قالك لا يا صح ان يقال على الاتحاد الكرة خلي بالك برضو ما تنساش ان كل التصريحات دي نتجع عن ايه عن مؤتمر الكابتن محمود خطيب لا يا صح ان يقال على الاتحاد الكرة انه اخفى خطابات ومال حضرتك الاتحاد الكرة ده عمله ايه يعني الاتحاد الكرة ده عمله ايه قالك اريد ان افهم ما الهدف من الضجة التي تحدث بشأن استضافة نهاية دور الابطال لا حضرتك لازم تفهم استاذ جمال حضرتك لازم تفهم انت اثرت على الكرة المصرية واهضرت حق الرياضة المصرية والكرة المصرية تحديدا في لقب كاري جديد كان من الورد الاهلي يفوز به سابق يعني كان ممكن الاهلي يكسب ويخسر حتى العبن هنا بالمناسبة دي كرة لكن في نفس الوقت انت انت منفستش توجه الدولة بتنظيم كل المحافل الرياضية الافريقية والعالمية منها للنهود بالرياضة المصرية بشكل عام وعكس الصورة اللي يجب تصديرها للعالم كله عن جمهورية مصر العربية عرفت عشان ايه دي ضجة الاهلي في الموسم الماضي لعب في المغرب ولم يتقدم اتحاد الكرة المصري بطلب للاستضافة التوقيت غير التوقيت يا استاذ جمال وكان ساعتها كان ساعتها معروف الموعد اللي يتقدم فيها وكان معروف الامور ماشية ازاي وكان كل حاجة مترتبة واحنا كنا قدمنا بس ترفض عشان مش احنا كنادي كاتحاد زي ما استاذ عحمد مجاد قال احنا قدمنا عشان كان نخدناك النسخة اللي قبلها فترفض لها نسخة الاهلي والزمالك الاهلي كسب فيها عرفت ليه فبصراحة تصراحات غريبة قالك يجب ان يكون لنا تواجد في الاتحاد الدولي لسنا على خصومه مع هاني ابو ريدا ونعتز به للغاية واقول من الان ان انا سنطلب منه تنظيم كل ما نريد في الفترة المقبلة في مصر وحاضر هنبعث له يحضر اجتماعات التحاد الكورة ده بيرد هنا على تصراحات المهندس هاني ابو ريدا بس وكل التصراحات دي تقلت ليه كل اللي حصل ده تقل ليه واكتر ليه تاني ايوه زي ما انت بتقول كده عشان المؤتمر الاحترافي المحترم من النادي الاهلي بالامس اللي كان من خلال رئيسه الكابتن محمود الخطيب اللي بنقوله الف مليون سلامة لأن كان واضح عليم برح في المؤتمر انه هو تعبان ربنا ربش فيه عفية قيمة وقامة كبيرة تمام قالك خشي بقى على المنتخب قالك احنا بنعمل على استعانا بمدير فني الاتحاد ينتشلنا مما نحن فيه احنا بقلنا كم من ساعة ما الاتحاد ده جاي بيقولك فيه مدير فني جاي الاتحاد مدير فني الاتحاد مش المدير فني الاتحاد لغاية دلوقتي مش شفناش اي قرار رسمي قلنا عارفنا ان هو كابتن محمد عبدالعظيم عظيم يعني نجمل اهل الصابع لكن لغاية دلوقتي مفيش اي قرار رسمي تلعب وهنا في التصريح بيقولك ايه هنجيب مدرسة بلجيكية يا حد بلجيكي هو اللي هيكون مدير فني الاتحاد المسل ريكورت القادم هو احنا لازم نؤخر الكرارات لحد اما الكوارس تحصل يعني قالك بقى بصي بقى التصريح ده حشان ده منتهى يعني بجد الاستغراب اللي ممكن تشوفه في حياته كيف تعقدنا مع ايهاب جلال بيسأله قاله كنا في اجتماع مجلس ادار وفجئنا بقى ان كيروش لن يبقى معنا فجئنا معرفش ازاي هما مكنوش جديين في التجديد مع كيروش وكان لازم نجدد لكيروش بصراحة فجئنا ان كيروش لن يبقى معنا فاستدعيت ايه بقى المسؤول الماليات مسؤول الماليات وقلت له عندك كم دولار قال له ما عنديش دولارات قال له خلاص يبقى نجيب مدير فني وطني اللي هو الكابتن اهاب جلال هل هو كان ساعتها بيتكلم بجد ولا بيقص بسأ سمعت المداخلة اعتقد كان بيتكلم جدي اعتقد يعني اللي عين الكابتن اهاب جلال هو مدير الماليات في الاتحاد المسر لكرة القدم هل هو ده مستوى التفكير في الاتحاد الكرة هل هي دي الطريقة اللي بتضار بيها الملفات داخل الاتحاد المسري لكرة القدم اكبر اتحاد في افريقيا ومصر الاسم الكبير ومنتخب مصر اللي عنده تاريخ عظيم الملفات الجوا بتتضار بالشكل ده يا نهار بيض فقال لك هندفع منين الاجنابي زي ما حالكم بتقروا كده طب دلوقتي بقى قال لك ايه احنا كلت كلفت الكابتن حازم امام والكابتن محمد بركات اللي هم اعضاء الاتحاد ان هم يجبون لنا مدير فني اجنابي بعد ما اعلن قالت الكابتن اهاب جلال والكابتن اهاب اصلا في الطيار رايح كوريا الجنوبية عنده مطش ربنا يسرع المتخب من المطش ده فقال لك انا كلفت حازم امام وبركات يجبون لنا او يشوفوا يبحثوا في السيارة الذاتية عمدير فني مميز طب ما اكمل اول يا استاذ جمال ما كابتن حازم امام وكابتن بركات قاعدوا يتحيلوا عليك بلاش مدير فني مصري تعال انجدد لكيروش طب بلاش كيروش تعال انجد مدير فني اجنابي مش هينفع معنا المصري قلت لا تصويت مجلس اداري ما ليش دعوة طب دلوقتي حازم امام وبركات بعد ايه بعد ما اهضرنا وقت بعد ما موقفنا بقى يعني صعب شوية عمش حاكز اقول صعب يعني ان شاء الله في قدنا نتأهل بطول كلمة افريقية بس ليه نحط نفسها في الموقف ده دلوقتي حازم ببركات حلوين فدي حاجة غريبة برضو قالك هل رئيس الاتحاد الكرة هو من يتواجد في الملعب هل تصرعنا في اختيار ايهاب جلال هذا ممكن هو بيقول كده ان احنا تصرعنا في اختيار ايهاب جلال لكن يمكن يمكن ان يكون هناك تصيح لمصار كيروش في بداياته كان لديها اخطاء ايضا ماشي تكلم في ايه تاني قالك عندما كان اه ده التصريح اللي قاله على الكابتن ايهاب جلال والتصرع في اختيار قالك كمان ايه عندما كان كوبر سيئا الجميع هجموا عندما كان كيروش سيئا هجموا الجميع لكن مع ايهاب جلال الجميع يهاجم اتحاد الكرة يعني حضرتك عايزنا نهاجم ايهاب جلال يعني حضرتك برا الصورة يا جماعة ما تجيبوش خلاص سيئة اتحاد الكرة الناس ما الهمش زم مش هما اللي جابوا الكابتن ايهاب جلال مع كامل الاحترام الكابتن ايهاب جلال على فكرة مشوف ان هو تظلم شوية بصراحة تمام لكن انت في نفس الوقت اخترت مدرب معندوش اي سي في على مستوى المنتخبات في نفس الوقت كيروش كان على بعد ركل الجزاء يوصلنا كاس عالم وصلنا نهائي افريقيا كوبر وصلنا نهائي افريقيا وصلنا كاس عالم نفسه يعني دول ناس عملوا حاجات يعني مقبولة لكن احنا خسرنا من اثيوبيا يا سياس جمال احنا خسرنا من اثيوبيا اتنين سفر مع الرقفة ده معناه ايه مفهوم من يتهاجم لازم اتحاد الكرة صاحب القرار واللي خلى الناس المختصين في الكرة مالهمش دعوا باختيار المدير الفني فلازم انت تستحمل الهجوم مش تستحمل الهجوم لازم تعترف باخطائك تسلمت اتحاد الكرة عليه مديونات 600 مليون جنيه وده اللي انا قلت لحراركم خلاص فيه لجنة نازلة من نزار الشباب الرياضة النهاردة او بكرة على اقصى تقدير ده قرار رسمي قرار وزاري رسمي خلاص ومديونات الدولة ب450 مليون جنيه عشان مشروع الهدف وخزينة الاتحاد كان بها 200 ألف دولار كان ذلك ليس مسؤوليتي بل اللجنة بقى اتحقق في كل الكلام ده قالك مرتب ايهاب جلال 75 ألف جنيه نعم صحيح لكن لا اريد ان اقول لكم كم كان يتقاضى اثناء بيراميز احنا ملنا او برضو احنا ملنا بياخد ايه دلوقتي احنا اللي لنا ان حضرت اختيار خاطئ الكابتل ايهاب جلال مدرب كبير لك عم استوى الاندية وبالمناسبة هو عم استوى الاندية ما خدش بطولات يعني لك هو مدرب كبير عنده فكره لكن مش اي مدرب بينفع مع الاندية ينفع مع المنتخبات وبعدين احنا منتخب مصر لازم نيجي نختار مدرب نبقى عارفين كويس جدا احنا اختيارنا ده بناء على ايه مدروس مش بشكل متسرع ده بسرعة يا جماعة كيروش ميسي اوه كابتل ايهاب جلال لا ما فيش كده نحن انها نخشى احد تمام ده تصريح اخر ليه يعني قالك نحن انها نخشى احد حتى الاتحاد الافريكي حسبوني على ما يحدث في عهدي وليس ما حدث مع من سبقوني السؤال بقى هنا يا استاذ جمال هو الخطاب جيف عهدي مين بتاع الاتحاد الافريكي عن تنظيم نهائي دوري عبطال افريكيا اللي اتحزف منه البند ده جيف عهدي مين يوم 19 واحد ده كان عهد حضرتك يا استاذ جمال لو حالك مشواخ بالك الاتحاد اللي فات ميشي يوم 4 واحد او 5 واحد فده عهد حضرتك فاحنا بنحسب حضرتك على اخطاء اللي انت عملتها في عهدك اهو الجواب اللي تلاعب فيه وراح لوزارة الشاب الرياضة بعد ما عاده بتلت شهور هو ده مش في عهد حضرتك ولا ده احنا فيه اتحاد كرة تاني مستخبي احنا مش عارفينه ده في عهدك رجعوا لي بقيت التصريحات دي اللي فات دي لماذا لهم يطلب الاهلي تنظيم نهائي دول الابطال عشان الاهلي مش منوت بالطلب مش الاهلي هو اللي يطلب تاني يا جماعة تبدكبت المحمود الخطيب امبارح جاب لكم البند اللي في الليحة اللي بيقول ان البطولة حتقام في احدى الدول البند رقم 28 البطولة حتقام في احدى الدول مش في احدى الاندية طب انا حسألك سؤال يا استاذ جماعة هي السنغال عندها نادي في البطولة لا نجاري عندها نادي في البطولة سواء دي او دي لا وتقدموا بالاستضافة هل في نادي قال لهم النبي تقدموا احنا مش هنلعب بس تقدموا لا طب هو لما تم الاعلان ان المغرب ايه اللي حتنظم نهاي دور الابطال الافريق قالوا المغرب ولا الوداد سيبك ان الملعب بتاع الوداد كان ممكن يتم اختيار ملعب تاني بالمناسب لك هو ملعب بتاع الوداد الملعب الاساسي بتاع الوداد اللي هو مركب محمد الخامس بس اتقال المغرب وكان قال ايه كان فيه تصويت ما بين المغرب والسنغال بعد كده قال لك لا مش تصويت اللي سنغال انسحبت يعني السنغال كان عندها حد في البطولة يعني سنغالي اتحاد سنغالي هو اللي تقدم لو كان تقدم يعني يبقى مش الاندية